السلام عليكم لبنات كيدايرين صحيحا ديالكم لباس نتمنى تكونوا باخير اليوم غادي نشارك معكم وحد الوصفة هاد الوصفة هادي بالنسبة للبنات لي كيعاني يوم من تساقط شعر وصفة رائعة بزاف وحد المكون يعني اللي عجيب سبحان الله في علاج تساقط الشعر بالنسبة للبنات لي عندهم يعني الخلفة وبالنسبة للبنات لي كيطح لهم شعر لهم بزاف هاد الوصفة غادي توقف لكم التساقط قبل الناس ما تبدو الفيديو ما تنساونيش باللايك ديالكم تزويناو التعليق ديالكم واشتركوا في القناة باش دائما تصلوا بكل جديد ودبا مدازوا المكونات هاد الوصفة كيف كيبال لكم عندي هنا المكون الرئيسي ديال هاد الوصفة هو البلوت البلوت عنده واحد فاوئد رائعة اللي يعني كيقوي لنا الشعر ولكن ما غديش نحتاجو البلوت كان نحتاجو غير القشور دياله يعني البنات تبقى اشترمي القشور ديال البلوت رحها مفيدة مفيدة بزاف وعندهم بزاف الاستعمالات ما غير يعني الشعر تعالى للبشرة وعلى الجسم يعني عنده بزاف الفوائد كيف ما كتشوفوا البنات يعني القشور فقط ديال البلوت وهم اللي غدي نحتاجو يقوي لنا الشعر ويعالجوا لنا القشرة ذي الشعر ويعالجوا لنا السيبانة ذي الشعر زوينة لبنات حذ الوصفة اللي غادي نشارك معكم يعني كتوقف لنا التساقط بوحد طريقة اللي غادي تعجبكم وما غاديش نحتاجه لبنات غايقشور البلوط وحدهم غادي نحتاجه معهم وحد المكون ثاني هنتم ما غادي تشوفو معايا مهمة لبنات هذ الوصفة نتمنى يعني جاربوها رح زوينة بزاف في نفس الوقت إذا دونتوا على هذه الوصفة تخلص من شعر الأبيض في نفس الوقت تعالج لكم تساقط الشعر مهم نحن نشوف ماذا هو المكون الثاني المكون الثاني المكون الثاني سنحتاجه كشور البصل قشور البصل روعة بزاف تساقط شعر شاركت لكم حد الوصفة نضيف قشور البصل مع القرنفل نضيف صندوق الوصف الوصف يحتاج الوصف يزوينا بزاف المهم البنات يعني قشور البصل مع قشور البلط هدو هما المكونات اللي كانحتاجوا يعني مكونات فقط لملء فارغات الشعر وعلاج تساقط الشعر ودبل البنات سندوزول طريقة كيفاش نوجدو هاد الوصف هادي جبس كسر هنا كيف ما كتشوفو غد نضيف قشور ديال البلط وف نفس الوقت غد نضيف مقاهم قشور ديال البصل هنجوم البنات كيف مشتو دابا غد نضيف وحد الكأس ديال الماء يكون كبير كأس واحد يعني هاد الوصفة كلها أسبوع نعاودون نصيبوها يعني منحستفضوش بها كسر من أسبوع مهم كأس ديال الماء يكون كبير غندير البنات هاد شي غلالية على نار هادئة يعني ما تجهدوش من نار هادئة وحسبو المدة ديال 15 لطقيقة ديال الساعة البنات نرجع معاكم هانتو ما البنات من بعد مدازت لي المدة ديال 15 لطقيقة وغلو لي قشور البلط مع قشور البصل دا بغادي نخلي هاد مكونات حتي بردوليه بش ديال الساعة نصفيهم ونوضعهم فوحد البخاخ هانتو ما البنات كيفما كتشوفو من بعد ما بردليه ذاك المحلول كيفما شفتو وغلعتهم فوحد البخاخ هادا طريقة كيفاش تستعملو هاد البخاخ هادا الرائع هاد المحلول تزوين بزاف اللي كيعلجينا تساقط الشعر وكيملئ لنا الفارغات كتبقاو تفرقو يعني الشعر ديالكم باش غادي بحالة غادي تشقو الشعر ديالكم بهاد الماء هادا وكتبقاو ترشو المنطقة الامامية من الرأس واي منطقة خاوية في شعر ديالكم كتملقو الشعر ديالكم بهاد المحلول هادا الرائع وكتبقاو تخليو يعني متغسلوه محتشي حاجة حتى يعني كدوز المدة ديال اسبوع وديكستغسلوه وعودو هاد الوصفة هادا بها فتلاجة وبقاو ترشو به شعر ديالكم زوينة لبنات هاد الوصفة هادي يعني نتمنى تجربوها راه زوينة بزاف وصفة مجربة مضمونة وفعالة في الاجتساقط الشعر ومنطقة الامامية من الشعر مهم البنات كانت هادية وصفتنا ديال اليومان نتمنى تأجبكم نتمنى تدرو هاد الوصفة هادي وتعجبكم وتلقاو نتيجة المرضية ومتنساونيش بلايك ديالكم واشتاركو في القناة باش توصلوا بالجديد اتصلوا ليفرزكم بزف بزف الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر